ازاي يعيش حياة الرهبانة وانا لسه في العالم لحد ما خلص تعليم صلي من اجلي هصليلك لكن ازاي يعيش حياة الرهبانة انت لازم تترددي على دير من قديرة الرهبات وتعودي مع الام الريسة او الام المسؤولة وهي هتقولك ايه الحاجات اللي تعمليها لغاية ما يجي الوقت اللي تروحي فيه الدير ما فيش حد بعد ما بخلص التعليم بتاعه بيخش على طول في الدير كده لا بيعد يتردد فترة طويلة وخصوصا اثناء الدراسة وتاخدي خلوات كتيرة في الدير اذا سمحولك لغاية ما يقبلوك فكريا ونفسيا وروحيا ويعرفوا ان انتي على مستوى كويس ساعتها يقولولك تعالي وساعتها يستنوك لكن عموما ان انتي تعيش ازاي حياة الرهبانة في البيت ان انتي تبقي خادمة جدا 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 اذا كنت مش قادرة تخدمي مامتك واخواتك هيبقى صعب عليك جدا ان انتي تخدمي في الدير وتخدمي الرهبات كلهم متوادي تشتغلي في المطبخ تشتغلي في المشغل وتتبهدلي فانتي يجربي ازاي تخدمي وازاي تعبي عشان الاخرين وازاي تصلي برضو لان السلاة مهمة جدا فده كله هيأهالك ان انتي تروحي الدير ترجمة نانسي قنقر